بساعة الخير عامليني اطاق عبر برج الصور لأول اسبوع من شهر ديسمبر 2022 وهجأ بالجانب المهني اسبوع دعم من بعض الزملاء وليست كل الزملاء مكتوب كده بعض الزملاء وده هيخلي فيه استقرار بالنسبة داخل الشغل ولكن في حاجة قريتها مهمة قوي ان مواليب برج الصور محتاجين يرجعوا تخطيطهم للحياة العملية او يرجعوا نفسهم للتخطيط بتاعهم او فكرهم داخل الحياة العملية عايز اقول ان لما يكون فيه زمايل بتدعمك اشتغل يعني ده يخليك تشتغل اكتر وبالتالي هتستفيد اكتر الناس اللي بتقف معاك في المواقف داخل الشغل ما تنسهاش ابدا وقوي علاقتك بيهم ولكن حابب اوضح ليك لو الناس دي زملاء عمل فقط وانت ملكش سابق معرفة بيهم مثلا من ايام الدراسة او جيران خليهم بعيد عن حياتك الشخصية ما تكلمهمش عن حياتك الشخصية سواء انت متزوج او عازب افصلهم خلي بتاع الشغل هم مكانهم في الشغل حتى لو علاقتك تقوى بيهم بس يبقى داخل الشغل دي نصيحة ليك وانت براحتك او انت حابة تعملي بيها عملي مش حابة ان تديكو مطلق الحرية طيب عايز اقول لك كمان لما يكون الوضع كده والاجواء الازيزة والزملاء بيدعموا والدنيا ماشية واستقرة ما تحاولش تاخد اجازات مدام انت صحيا تمام ما تحاولش تاخد خلي الاجازات للاوقات اللي فيها ضغوط نفسية وتكون عايز تفصل فيها تمام او لو صحتك تعبت او حسيت بارهاك خلي الاجازات للاوقات دي ويا رب فعلا يكون اسبوع مستقر ويديكو الحكمة ويوفقكو الخش بقى على الجانب العاطفي هابدأ بالعزاب الاسبوع ده هيكون فيه رغبة كبيرة عند ماليب برج الصور في الارتباط هيكون عندهم رغبة عايزين يرتبطوا ولكن خلي بالكوا اوعوا الرغبة دي تخليكوا تختاروا اشخاص غلط او تكونوا يعني صيدة سهلة الناس عايزة تتسلى خلي بالكوا من الناس دي خصوصا البنات وكمان الشباب اه لان في بنات بتتسلى عادي جدا فخلي بالكوا علشان ما يبقاش اه تفوقوا على صدمة او على اه حالة نفسية سيئة لما تعرفوا ان اللي قدامكم ده كان بيلعب بيكو وانتو بتدولوا مشاعر صدقة خلي بالكوا من الحتة دي وعلى فكرة مكتوب ان في نسبة هتتوفق في الارتباط الاسبوع ده ولكن هي هكون للاسف للاسف نسبة قليلة جدا انا مش عايز حد يزعل اه لو انت يعني فعلا مستعجل على الارتباط وعندك شغل في ناحية الارتباط سيب ويجي براحته صدقني مفيش احسن من هو بيجي براحته لكن لو انت استعجلت ممكن للاسف تدخل الارتباط تطلع منه بتجربة سيئة جدا وتسيب لك اه يعني جانب سيء في حياتك او حالة نفسية سيئة تعيشها فترة وانت كمان الكلام ليكي فبلاش سيب الموضوع يجي براحته خالص لكن لو انت مستعجل قوي وسع من اجتماعاتك شارك في انشطة شارك في مناسبات شارك في احتفالات مع صحابكم كل ده هيساعد في ان انت تلاقي شخص ترتبط به ولكن انا رأيي الشخصي برضو مش مع الاستعجل في الارتباط يارب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة المتزوجين بقى والمرتبطين اسبوع مستقر ولكن حافظ على التعاون مع شريكة حياتك او شريك حياتك ده علشان العلاقة تكون اقوى وافضل التعاون بيخلي يعني احساس حلو لما تلاقي حد ايده في ايدك بيتعاون معك شايل معك كل ده بيقوي العلاقة طبعا شوف انت لما هي تلاقيها مثلا بتتعاون معك دايما في حياتك بقى في مشاكلك في حاجات في البيت في ايا كان دايما بتتعاون معك حتى لما في ملابسك في اي حاجة حتى ما بتنزل تشتري هي بتنزل معك وتقولك زوها كذلك برضو انت لما بتشاركها وتتعاون هو ده اللي هيخلي العلاقة فعلا تقوى وهيخلي الاوقات المستقرة اطول ولكن اللي بيخلينا الاوقات المستقرة ما تبقاش طويلة هو ان احنا شوية تعز النفس وشوية كبرياء وشوية لا هي اللي تعمل مشانة والحاجات دي لا طبعا وليه ما تصرحوش بعض وانا لا هي اللي تصرحني انا مش هبدأ اصرحها طب ليه ما تبسطوا الحياة على بعض عشان الامور تمشي ويا رب يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير الجانب المالي في دعم مادي الاسبوع ده لموليد برج الصور وده هيخلي الاسبوع مستقر مش متحدد الدعم المادي ده من مين لكن المفروض يعني ان الدعم المادي ده اللي انا عارفه انه بيجي من الاسرة دايما اه فيعني اتمنى ان ربنا يرزقكو وكمان يعني الماديات دايما تكون في استقرار المهم ان انتو تديروا اموالكو بحكمة وتعرفوا تدبروا اموركو دي اهم حاجة طيب بالنسبة بقى لاصحاب المشاريع محتمل ان يكون في حالة من الركود وضعف الارباح ولكن ده مكتوب في فترة سيارة جدا يعني مش هتطول هتكون فترة سيارة في الاسبوع داي يعني ممكن اقول تلات يام يومين هيتبقى في كده ركود وهيعدي بس لما يكون في ركود عايزك تعرف ان ده حال كده مؤقت هيعدي لو المشكلة مش من عندك من مشروعك لو المشكلة مشكلة سوق وحالة عامة بس ولكن شوف انت تقدر تتعامل زي مع الحالة دي في ناس بتعرف تتعامل معها بتنزم من ربحها فتقلل في التكلفة فالدنيا ممكن تتحرك احسن في ناس بتشوف ايه ممكن تجددوا عندها فانتو الخبرة صحاب المشاريع يقدروا يشوفوا ايه اللي ممكن يتعاملوا معها لو مفيش حاجة في ايدك يبقى خلاص استمر مع الركود كده لحد ما الدنيا ترجع تصبط تاني ودوام الحال من المحايل زي ما دايما بقولها طيب للي عايزين يبتدوا مشروع بقى الاسبوع ده هو اسبوع مناسب لبداية مشاريع عايز اقولك لو ما عندكش خبرة ما تبدأش مشروع انا دايما بعيد وزيد في دي لازم عشان تبدأ مشروع يكون عندك خبرة غير كده انت بتخاطر بفلوسك تمام طيب خش بقى الجانب العيلي تجمعات عائلية سعيدة بس بشكل متوسط يعني مش بنسبة كبيرة هتكون بنسبة متوسطة وكمان مفيش اي خلافات معهما دم اه يعني تجمعات سعيدة يبقى مفيش خلافات اما يكون في تجمعات سعيدة تشاركوا في الحاجات دي لانها بتقل الضغوط وكمان بتحخلي حالتك المزاجية احسن بتخليك مبسوط يعني احساس مبسوط طبعا وسط العيلة وانت قاد في وسطهم ودفق العيلة ده يخليك برضو لحد ما حاسس احساس حلو وهيقلم عليك لو انت عندك مشكلة او ضغوط في شغلك او في حياتك عموما بس ويا رب دايما كل عيلة كده تتجمع على بهجة وسعادة وفرح طيب الجانب التعليمي اسبوع مهم جدا لطلاب برج الصور وكمان ايجابي على فكرة الاسبوع ده على اغلبية الطلاب في الابراج باختلافها مهم واضح ان اسبوع فيه يعني امتحانات وحاجات كده ربنا يوفقك يا رب شدوا يا شباب اثبت نفسك ركز الفترة دي زاكر ضعف مجهودك في المزاكرة على قد ما تقدر عشان تلاقي النتيجة اللي انت عايزها وان شاء الله تلاقي النتيجة اللي انت عايزها وان شاء الله تاني نجاح لكل الطلبات دي كانت طاقعات برج الصور لأول اسبوع من شهر ديسمبر 2022 لو عجبكم الكنان ده هنصوش دعملي بلايك لو مش مشترك او مشترك يا رب تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من فيديوهات النوع انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عما سيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف في ديسكيبشن تحت اخذوا فكرة شكرا اوليكو سلام